اهلا وسهلا بكم ازايكم عاملين ايه هنتكلم النهاردة على كريم اساس اماندا هقولكوا رأيي فيه وازايد نقدر نختار الدرجة البشرة بتاعتنا هقولكوا رأيي فيه بكل صراحة بس ياريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجراز علشان يوصل لكم كل جديد وتاني حاجة بعتزل لكم عن الازازة دي علشان بس انا مستعملها منها اه فطبعا كلنا كبنات يعرفين ان الكريم اساس بكون عاملة شكل كده على الازازة تمام يلا بكمل حلقتنا اول حاجة انه طبعا كريم اساس اماندا من الماركات الكويسة جدا اللي موجودة دلوقتي اه طبعا الكريم الاساس فيه عامل حماية من الشمس عشرة وهي كمان بيحمل من انشاءات الفقل بالنفسجية يعني بيمنع تسبغ لون البشرة انه فيه كريم اساس بممكن تخلي لون بشرتك لون ولون او تعمل زي بقعا ده بصراحة كويس جدا عامل الحماية بتاعه كويس اوي كمان هو هلاك بيضمن البشرة بيفضل مترطبة طول اليوم فيه كريم اساس ممكن تلاقي البشرة بتتشقق من عند الشفايف الميكوب بيتمسح لكن ده بيفضل ثابت وبيخلي البشرة كمان مترطبة وشكلها طبيعية كمان اه فيه منه درجات كويس اوي وزي ما قلتلكم انه هو بيبعد مدة طويلة والمظهر بتاعه بيكون مش لامع بيكون مت علشان برضو ما يبانش ان احنا حطين حاجة بيكون طبيعي اكتر طبعا اللي بشرتهم امحوية بيجيبوا الدرجة اللي هي دي 35 وفيه درجات طبعا اللي هي الفتحة جدا والمتوسطة وفيه الامحاوي والخمري اللي هي درجات الجمعة طبعا كريم الاساس ده زي ما قلتلكم فيه درجات مترطبة تمام هو اول درجة فيه اللي هي رقم 3 واخر درجة فيه اللي هي رقم 35 طبعا رقم 3 ده بيش غامي يتناسب مع البشرة الخمري رقم 5 بيش خوخي بتناسب مع البشرة الخمرية رقم 10 ده للبيضة اوي او الشقرة رقم 12 للبشرة الفتحة رقم 14 للبشرة المتناسبة اللي هي المتوسطة شوية اللي هي خمري ولا هي فتحة رقم اه اه زي ما قلنا رقم 17 دامين رقم 18 يتناسب اكتر مع البشرة الفتحة للخمرية وطبعا باية درجات تقدروا تشوفوها كمان المنتج ده كويس جدا كريم الاساس ده بنصحكم به قوي قوي اللي اللي بيدوروا على حاجات كريم الاساس تكون كويسة قوي على البشرة ما يكونش تقيل وما يكونش عامل شكل كده ان احنا حاطين حاجة ميكوب تقيل تمام ده كان ريفيو النهاردة اشوفكم على كل خير ان شاء الله